معنا صوفيا من بجاية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا عيدكم مبارك كل عام وتما بخير واجركم الشيخ لباس لباس الحمد لله يحفظك الحمد لله فيما يخص الجمع الفنية الجمع بين الفن القضاء قضاء رمضان وصيام شوال نعم الآن أجبنا على هذا السؤال وستستمع إلى إجابة أخرى من عند الشيخ شكرا لك هناك سؤال آخر نعم تفضل بالنسبة للمرأة الحامل هناك أفع رمضان أفع رمضان أفع رمضان السنة الماضية ما صمتوش ما صمتوش ما كفرتش وعلا ما كفرتش نعم و السنة هذه أمبعث كيفي جمعت جمعت أيام كثيرة نعم نعم والآن أي حابة تكفر كيف حتصر كيف حتصر كفر أكتصر ما تقدرش تخبر سيدي الشيخ بخصوص الجمع بين صيام أيام شواء ستستمع إلى إجابة الشيخ ستستمع إلى إجابة الشيخ شكرا لك بركة الله فيك سيدي الشيخ بخصوص الجمع بين صيام أيام شوال وأيضا قضاء دين رمضان هل يجب ذلك باختصار كي نجيبه على سؤاله الثاني بالنسبة للتشريك في النية بين قضاء رمضان وستهيام شوال هذا محل خلاه بالعلماء هناك من العلماء من قال لا يمكن التشريك بينهما لأن الإنسان حتى يحصل أجل صيام الدهري يجب أن يصوم رمضان كاملا ثم بعده ستة أيام فقال أن الحسن بعشر أمثالها فالذي شرك في النية لا يتحقق له صيام الدهري هكذا رأي بعض العلماء وبعضهم قال يتحقق بالنية ويجوز التشريك ولا حرش ذلك يجوز الإنسان أن ينوي أن يصوم أيام في شوال بنية القضاء وفي نفس الوقت ينوي الست أيام من شوال هناك من يجيز هذا من العلماء وقالوا الأجر يحصل بالنية قالوا الأجر يحصل بالنية إذن هذا رأي موجود لكن نحن قلنا الأفضل الإنسان لو فصل بينهما لو صام ستة أيام من شوال وحدها وقضى رمضان وحده لكن لو كان الإنسان مثلا عليه أيام كثيرة من الصيام يعني مطالب بدين أيام كثيرة عليه من رمضان السابق أو من رمضانات سابقة وأراد أن يعمل بالقول الذي يجيز التشريك ويجيز الجمع بين النيتين فلا بأس بذلك يعني الإنسان إذا كان عليه أيام كثيرة من رمضان السابق أو رمضانات يعني وهو لا يستطيع الصيام يعني يشق عليه وأراد أن يعمل بهذا القول الذي يجيز اندراج السنة تحت الفرض فلا بأس لا حرج هذا رأيه قال به بعض أهل العلم هو مثل صيام القضاء في يوم الاثنين وفي يوم الخميس كي يحصل الإنسان الأجرين يحصل أجر القضاء رمضان ويحصل أجر الاثنين وأجر الخميس نعم